التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مسؤولي شركة سامسونج إلكترونيكس مصر الكورية الجنوبية لبحث فرص التعاون الممكن مع الشركة خلال الفترة القادمة أوضح رئيس الوزراء أن سامسونج إلكترونيكس هي شريك مهم للحكومة المصرية وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لرؤية المزيد من الاستثمارات لشركة سامسونج إلكترونيكس في مصر خلال الفترة القادمة لا سيما في ظل ما تمنحه الحكومة المصرية من حوافز استثمارية تشجع على إقامة صناعات محلية يمكنها أيضا لاستفادة من فرص وحوافز التصدير من مصر للأسواق المستهدفة وخلال الاجتماع شرح رئيس مجلس إدارة سامسونج إلكترونيكس مصر خطة الشركة لزيادة صادراتها من مصر إلى السوق الأوروبية مشيرا إلى أن صادرات الشركة من مصر تبلغ 700 مليون دولار وأنها تتطلع لزيادتها بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة